السلام عليكم ومحبابكم في قناة ام اروى اه كانت منانكم كلكم بخير وعلى خير غادي اليوما نوري لكم اولا نحضر معكم خبز ديال الدار اللي كيجي رائع ناجح مية في المياه كيجي خفيف فخليكم في ديوركم اعجنو الخبز ما تخرجوش باش الكل يعني كلنا نكون مسؤولين ونحميو المجتمع ديالنا فغادي نعطيكم كيف المقادير باش تحضرو هاد الخبز الرائع جدا ومن بعد غادي ندزول للطريقة را كيجي مفش فش ويعني را غادي يعجبكم بزاف اكيد فالمقادير سهلين وموجودين في كل البيت وغادي نعطيكم واحد تقنية واحدة لاستيوس او لا السر اللي غادي يخلي هاد الخبز يجيكم اه مفش فش هكذا بها الطريقة فباسم الله غادي نعطيكم المقادير كنحتاجه لرابعة ولا ميتين جرام ديال اه الفينو او السامد الرقيق جدا هنا عندي نصف كيلو او لخمسمائة جرام ديال الدقيق الابيض من النوع الجيد عندي مع مع ملعقة ديال ديال الملحة عفوا ملعقة ملعقة صغيرة وهنا عندي ملعقة صغيرة ديال السكار وملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز عندي ثلاثة ديال معالق كبارين ديال الزيت والما دافي باش نجمعوه العجين هنا عندي اللي بغات بالجرام اربعمية وستين جرام ماشي ميلي لتر جرام اربعمية وستين جرام ديال المي يكون دافي فف واحد لقينا هكدا غادي ننخلطو الدقيق الابيض مع السامد او لالفينو نديرو ديك المعلقة ديال السكار ومعلقة كبيرة ديال خميرة ديال الخبز ومعلقة صغيرة ديال الملحة نخلطو هاد مكوناتنا شفين وغادي نجي نضيف دوك ثلاثة ديال المعلقة ديال الزيت صاب في عجين عادي كنكوب الماء تدريجيا هاد نخلط العجينة فانا هنا عندي العبار ديال المباب القرام يمكن لكم تديرو عينكم ميزانكم بتا تشوفو بحال الفيديو الى ما عندكمش الميزان تشوفو بحال الفيديو كيفاش غادي جي العجين ففي اللول غادي تجيكم كاتل سق هاد شراع عادي جدا دائما الخبز اللي بغيتو يجي يجيكم خفيف ديرو عجينة مرخوفة ما تديروش العجينة قاسحة غادي تتمحنوا في التدلاك ومن بعد غادي تجيكم هادي يجيكم شوية من الداخل مدقص فبعجينة مرخوفة هكذا غادي نبدأ كان عجن فيها نجمع فيها ونعجن فيها وضفت القليل ديال الماء اللي بخالية غادي نضيفو صافي من اللي غادي نجمعها مزيان ونكمل يعني كملت قاعدة كل ما غادي ندوز ندلك العجين فادي لكو باي طريقة واللي عجنه باي طريقة بغيتو انا كان ندي ونجيب في في العجينة عادي ندلك ها واحد نعجن ها واحد عشرة ديال دقيق تقريبا تاتو اللي مرخوفة مزيان ومدلكة نكونوا فيها فقاعات راه هدك هو الدليل ان رانا احنا دلكنا العجينة مزيان فما كانت تاخد لكم غير واحد عشرة ديال دقايق ففي الشكل ديال هوا هدا فغادي ندير من الفوق غير من داك الكاس اللي اللي درت فيه اه في اللول ثلاثة دا المعالقة ديال الزيت لناخد غير واحد شوية اللي بقى فيه نديرو غير من الفوق هاكده باش ما تسقليش البلاستيك الغدائي فكنديرو البلاستيك الغدائي من الفوق او لواحد بلاستيك اخرى يعني نقية كانخليو العجين ارتاح واحد عشرين تال نصف ساعة كيخمرش كل يعني ما كيكملش تخمر ديالو كيخمر شوية كاناخدو كاندير شوية ديال ما فيه ديال باش ما يلسخش ليا العاجين وغادي نجي نجمعو الواسط فهدي هي التقنية والسر اللي غايخلي العاجين ديالكم او اللي الخبز ديالكم مفش فش وارطب لاننا ندخلنا صافي كانقلبو هاكده العاجين وكانغطيوه مرة اخرى كنخليوه يخمر يكمل تخمر ديالو واحد عشرين تال نصف ساعة لكان ما كان دافي فكيما قلت لكم فقط بهالطريقة كندخلو فيه الهواء اللي كيخليه يجي اه خفيف فصافي بعدما خمرت العاجين ديالنا كاناخد الفينو وشوية ديال الدقيق الابيض باش نخدم بيهو شوفو العاجين كيفاش جا يعني خفيف رائع جدا يعني انت باش تخد مهرها كيجي زوين فكاناخد غادي نقسم العاجين انا قسمته على ستا ديال الخبيزات الصغير صغارين كليكم ديروا الخبز كبير اولا اصغر من هذا لحساب انتم اللي بغيتو سافيك نكور هكدا الخبيزة ديالي وكان دير شوية ديال الدقيق اللي خلطناه مع الفينو وغادي نحطهم فوق واحد التوب اولا غير على سطح العمل غير باش ما يلسخ ليش هندرتو فوق التوب الشيت شوية ديال الدقيق فكان استمر حتى ان ندير الكويرات بهاد العجين كامل عادي نجي نعطي هكدا من الفوق باش ما يديرش ليه ديك القشرة من الفوق ولكن عادي نجي ونخدموها مباشرة يعني ما عاديش نخليوها كي خمر تاني كناخد عادي ناخد واحد اللاطة او لاجوج كنرش بشوية ديال داك الدقيق اللي خلطت مع الفينو ترت هكدا ورق الزبدة ولكن ما شي ضروري يمكن لكم تديرو في اللاطة ديالكم يعني بدون ورق طبخ صافي غادي نجي نبسط هكدا الخبز ديالي فانا درت هالتقنية الخصوصة المبتدئات اللي هما هنا يفا كينين عندي بزاف في القناة ما ما كعرفوش يخدمو العاجين فكندين لهم كدف اللاطة اما انتم ايلا بغيتو يمكن لكم تحطو الخبز ديالكم في في التوب هكدا نقي وتغطيو هتا يخمر هتا يخمر وتما من اللي تبغيو تطيبو بقا تديرو في اللاطة غير ما حاولو ما تحيدوش ليه التخمر من اللي تبغو تديرو في اللاطة باش يطيب فالخبز كديرو هرقيق او لا اغليد على حسب انتم واش كتبغيوها هرقيق او لا لا فملاطب غا يطلع لكم لان العاجينة خفيفة بزاف فوخر قتو غادي جيكم طالع شوية صافي غادي نستمر حتى نكمل هدل الخبزات هادو اللي عندي وغادي نغطيهم باش يخمرو مزيان فمن اللي يخمرو هكدا مرة اللوولة مزيان فات مرة تالية هكدا ما كياخدوش بزاف ديال الوقت الضغية كيخمرو غير واحد عشرين دقيقة هكاك صافي غطيناهم غادي نخليوهم يرتاحو ومليء يخمر الخبز غادي نجيو نسخنو الفران مزيان على درجة عالية او الليلة عندكم ديال الغاز طيبو بحل الخبز العادي درجة عالية انا درتو هنا على ميتين وخمسين درجة يعني اعلى درجة عندي ودرت وما درتش الفرفارة الخبز ما كيبغيش الفرفارة الا الا الفران ديالكم ما في غير هاداك فما كيبغيش الفرفارة انا هنا درت اه يعني درت اه بالموس هكدا ثلاثة ديال الخطوط من الفوق فاهم كلكم تدروا العلامة ديال زائد هاد شي كيبخاه الحساب انتم اللي بغيتو فطيبت الخبز ديالي من تحت درتو لتحت تتحمل اللي من تحت ومن بعد طلعتو لفوق ودرت لطة الخرى لتحت تهية باش هكدا نطيبو بطريقة آآ زوينة فكيجي رائع غادي نعطيه واحد خمسة ديال دقيق باش يولي ارتب اكتر لان الفران ديال ديال دو كيقصح شوية الخبز من الفوق في اللول ولكن هاد شي عادي جدا فكيجي رائع كيجي يعني نهائي لهاد الوصفة نتمنى انكم غادي تجربوها وغادي تكون معتمدة عندكم ان شاء الله فغادي نقسم لكم وحدة فكيما لحتوا معايا بطريقة جيد سهلة الخبز ديالكم كيجي يعني غايجيكم هاي طلع لكم ناجح مية في المية باذن الله وزوين بزاف غادي نتمنى انكم غادي تجربو هاد الوصفة ما تنسوش اللايك شاركوا هاد الوصفة هادي وخليوا لي التعليقات او الاسئلة الى عندكم فبصحتكم وراحتكم انطلقوا في وصفة مقبلة باذن الله فخليكم في ديوركم وعجنوا الخبز ديالكم راه يعني طريقة سهلة جدا بسلام عليكم